أهلا بكم أجزاء المشاهدين مرة أخرى وأقدد الترحيب بالأستاذ عادل حسني القائد في المقاومة الجنوبية أستاذ عادل ما الجديد على الميدان لنقول قص مدبعي وأيضا تصعيد من قبل الانتقال هناك تسليح كما يقال بصواريخ حرارية كيف يبدو لك المشهد أيضا على الميدان في أبيان المشهد في أبيان يعني منذ الفترة الأخيرة اشتد حصل هناك نوع من توقيف أطلاق النار كما أمر رئيس الجمهورية الجيش بوقف أطلاق النار إلى مطلع الشهر السابق بدت الخروقات تكثر من المجلس الانتقالي ورفع الجيش بهذه الخروقات لللقنة السعودية لكن دون تجاوب فحزم الجيش أمره وخاض معركة في الأسبوعين الماضية الكل عرف بهذه المعركة واستطاع أن يسوط على مواقع كانت تتواجد فيها قوات المجلس الانتقالي سواء كان على مشارف منطقة الدرجاي أو في منطقة الطرية أو في ودي سلاء أو في ودي حسان وخاض معركة تمدد بدل أن كانت المعركة في الشيخ سالم استطاع أن يسحب الميليشيات هذا إلى الصحراء وهنا استنفذهم لأنهم طبعاً هم من ناحية الكثافة البشرية يعانهم من هذا الباب لأنهم يعني يدعون أنهم يمثلون المحافظات الجنوبية بينما هم حقيقة الأمر وهذا يعني نقوله للكل أنهم من أبناء الضالع ويافع وردفان الذين في أبيان ما عدا ذلك من أبناء عدن أبيان شبوة حضر موت المهرة كلهم ضد هذا المجلس إذا وجد هناك أفراد يعني بالعشرات لا يعدون لكن ما اعتمد عليه المجلس الانتقالي أو ما اعتمدت عليه المرات العربية المتحدة هي الحشد في هذه المناطق فهنا أضعفهم الجيش واستنزفهم خلال هذا الفترة الماضية وبالأمس استفزوا الجيش وقصفوا بمدافع الهاون بعض ما وقع الجيش فرد الجيش عليهم ولكن كانت طربة مجعب بالنسبة لهم ووقعت الغذيفة في خيمة للقيادات الأمنية والعسكرية للقيادات الانتقالي كما علم الجميع وهناك العشرات من القتلى والقرحة ولا زالت المستشفى بصحي يعني يكتظ بالقتث بالقرحة هذا ما حصل الجمعة لكن تقد أن هذا الأمر مرتبط باتفاق الرياض والضغط لتنفيذه على النحو الذي يتعسف الشقة الأمنية والعسكري وإنفاذ الشقة السياسية فقط تقد أن الضغط مرتبط أيضا بما يجري في الرياض أخي عبد الله فقد الشيء لا يعطيه أنا أقول لك لو كان القرار يمني سواء كان للشرعية أو للانتقالي لو وصلوا إلى طريق لكن القرار اليوم سلب وهذا حقيقة جيب أننا نعلمها حتى في تيار الشرعية وهنا هنا أقولها للشرع اليمني هناك تيار في الشرعية أصبح حريص على تنفيذ الرغبة الإماراتية أكثر من المجلس الانتقالي حتى هناك تيار يمثلها الأخمعين عبد الملك وسلطان البركاني وأعضاء في المؤتمر الشعبي العام للأسف الشديد نقولها بكل وضوح يضغطون على الرئيس وعلى المجموعة التي حول الرئيس على أن يقبل الرئيس بإعلان الحكومة دون تنفيذ الشق العسكري أما بالنسبة للمجلس الانتقالي فالكل يعلم أن الشركة إماراتية بحتة لو قالت لهم الإمارات انسحبوا من أبيانا انسحبوا ذهبوا إلى السقطرة ذهبوا ذهبوا إلى ليبيا ذهبوا حتى قبل البارحة وصلتني معلومات أن في المجموعة الثالثة تحركت من المخاء إلى ليبيا في المجلس الانتقالي أمره محسوم كتيبة عسكرية مقاتلة مع الإمارات لكن ما الجديد اليوم أن الإمارات اخترقت منظومة الشرعية وهناك تيار في الشرعية يضغط على الرئيس لإنفاذ هذه الرغبة لإنفاذ الرغبة الإماراتية في تنفيذ الشق ماذا يعني تنفيذ الشق العسكري قبل الشق السياسي معناها أن القوة التي شكلت الإمارات ستبقى خارج المنظومة وخارج اتفاق الرياض لأن الذي صمم اتفاق الرياض في أرواق المخابرات أراده أن يكون بهذا الطريق هو أن يكون منتقى أن تنتقى الخطوات التي سيتم تنفيذها وأن تهم الخطوات التي لا يرد وهي الحقيقة أنها الكارثة التي حصلت في جنوب اليمن أن وجدت مكونات عسكرية أسقطت الدولة ومؤسسات الدولة وخرجت عنها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية فكان محور اتفاق الرياض مفروض أن يكون هو الركيزة الأولى أن هذه الوحيدات العسكرية تندمج فيما بينها البين وتنطلق إلى معاركة الحقيقية التي جاءت تحارفنا أجلاوي معاركة الحوثي لكن الرغبة في تنفيذ الشق السياسي وشرعنات المجلس الانتقالي يوضح تماماً النية المبيتة في المقصود أن القوات هذه العسكرية التي أنشأت الإمارات تبغى على ما هي عليه بينما يشرعنا المجلس الانتقالي ترجمة نانسي قنقل ترجمة نانسي قنقل